قصفت طائرات مسيّرة مجهولة المصدر أهدافاً في منطقة اختلارة تابعة لقضاء شمشمال في محافظات السليمانية ضمن أقليم كردستان وأوضح مدير ناحية اختلار هيمن بهجة أن القصف استهدف سيّرة نوع تويوتا هايلوكس وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص من ركاب السيّرة أحدهم هو مختار المنطقة كما قصفت الطائرات أيضاً مقراً تابعاً لحزب العمال الكردستاني في الناحية نفسها وأدى القصف إلى حرق المقرب الكامل ومقتل ثلاثة عناصر من الحزب